منذ العام 1979 لم تخفي إيران نيتها التوسعية في المنطقة بل أعلنت على الملأ الدول التي تستهدفها وطرق السهدافها لكن يبدو أن العالم الغربي بما فيهم أمريكا تنبه لذلك متأخرا مجلة فورين بوليس الأمريكية قالت أن الوقت لم ينفد أمام الولايات المتحدة لمنع إيران من تحويل سوريا إلى ممر جوي لها حيث أن التقييمات التي كانت تصدر سابقا كانت تحذر من مغبة نجاح إيران في إنشاء ممر بري يصل طهران بالبحر الأبيض المتوسط عبر حلفائها دون عوائق لكن ما هي حاجة إيران لممر بري في ظل وجود ممر جوي وهو الذي استخدمته منذ العام 2011 لنقل الآلاف من المقاتلين وأطنان الأسلحة إلى دمشق في إطار دعمها لنظام بشار الأسد فإدارة الرئيس السابق باراك أوباما واللاحق دونالد ترامب لم تقم بالكثير لتعطيل هذا الممر الجوي فقد تمكنت إيران من خلاله من تطوير رسانة تنظيم حزب الله اللبناني كما نجحت في نقل عشرات الآلاف من مقاتلي ميليشياتها وأسرهم إلى سوريا ما أسهم في دعم النظام والاستمرار في عملية التغيير الديمغرافي الذي تسعى له إيران وهو ما يحافظ على هيمنتها على سوريا وبما أن الوقت لم ينفد بعد أمام واشنطن فإن عليها المسارعة لمنع هذا الممر الجوي الإيراني وبحسب المجلة فإنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعترض الطائرة الإيرانية وتفتيشها وتسولي عليها كما تفعل مع سفنها ومن ثم فإن البديل يتمثل في فرض عقوبات على شركات الطيران الإيرانية وعدم السماح لإيران بتجديد أصولها الجوي بعد تعاقدها لشراء 300 طائرة من شركة بوينغ وإيرباس وكما تقول الفورين بوليسي فيمكن للولايات المتحدة منع هذه الصفقات التي لا يمكن المضي بها لون ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية بفرض شرط عدم استخدام هذه الطائرات إلا لأغراض تجارية وبين يدي هذا البديل الوحيد لإيقاف حركة الطائرات الإيرانية فإن السماح لإيران بشراء طائرات جديدة سيكون مؤشرا واضحا بحسب المجلة على أن البيت الأبيض عاجز عن تعطيل مسار إيران الحتمي نحو الحرب أو ربما هو من يريد ذلك